السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرق شاسع جدا جدا بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وبين المعاندين من بني إسرائيل وضع واضح جدا في سرعة استجابة الصحابة الكرام للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وواضح أيضا في العناد والجحود لبني إسرائيل مع رسولهم سيدنا موسى عليه السلام هتلاقي مثلا في يوم خيبر أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الراية لسيدنا علي بن أبي طالب كقائد لجيش المسلمين وقال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه شيئا ثم وقف ولم يلتفت وصرخ قائلا يا رسول الله على ماذا أقاتل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد بنعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وذات مرة في يوم الجمعة استوى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة اجلسوا وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في اللحظة دي عند باب المسجد فجلس عند باب المسجد فرقاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى يا عبد الله بن مسعود وعلى النقيد تماما هتلاقي المعاندين من بني إسرائيل دائما ما يماطلون ويجحدون ويتلكؤون في كل أمر من الرسول الكريم وفي عهد سيدنا موسى عليه السلام وفي أرض الطيه وجد بني إسرائيل ذات صباح رجل غني قتيل واسع الصراء ولم يعرفوا من القاتل وكذا أن تحدث فتنة ويتقاتل بني إسرائيل فقال رجل منهم على ما تتقاتلون اذهبوا إلى موسى عليه السلام واطلبوا منه أن يدوا الله أن يكشف القاتل واذكروا يا بني إسرائيل ما فعله أسلافكم من تعنت وجدال لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبدلا من سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل قال بني إسرائيل قولا عجيبا قالوا لموسى عليه السلام مستكبرين أتصخر منا وتستهزئ بنا نسألك عن القاتل فتأمرنا بذبح بقرة فقال له موسى أعوذ بالله وأستجير بالله وأتبرأ إلى الله أن أكون من الجاهلين الذين يقولون الكلام الذي لا طائل ولا فائدة منه بل أنتم يا بني إسرائيل الجاهلون المعاندون البذئون عليكم من الله ما تستحقون فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول الأمر من المساوي يسأل عن علته أما الأمر من الله عز وجل أو غير المساوي لا يسأل عن علته عندنا مثلا أمر الأب لابنه والقائد للمجند والطبيب للمريض والله عز وجل لعباده فالمؤمن الحق يطيع أمر الله عز وجل سواء علم العلة أم لم يعلمها فنحن نصلي لله لأن الله عز وجل أمرنا بالصلاة وليس لأن الصلاة فيها حركات رياضية ونصوم لأن الله عز وجل أمرنا بالصوم وليس لأن الصوم نظام غزاء صحي فالحجة قام على العبد بتلق الأمر وليس بفهم العلة والحكمة من الأمر فالمؤمن إذا وصل إلى العلة والحكمة ازداد يقينا وإذا لم يصل أطاع الله عز وجل ولماذا كان الأمر تحديدا بذبح بقرة وليس شاه ولا دجاجة مثلا ذلك لأن بني إسرائيل عبد البقرة فكان لابد من ذبحها بأيديهم ليعلموا أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جزاكم الله خيرا